شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سين ماذا يسن يوم العيد جيم يسن يوم العيد التكبير ويكون في عيد الفطر إلى انتهاء الخطبة ويسن إخراج صدقة الفطر يوم العيد يوم عيد الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وقبل أن يخرج إلى الصلاة مع أن صدقة الفطر واجبة وأن يصلي المسلم العيد كما ذكرنا وذكرنا حكم صلاة العيد وفي عيد الفطر يسن أن يأكل تمرات وطرا قبل خروجه إلى الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات ويأكلون وطرا ويسن إذا ذهب من طريق أن يرجع من طريق آخر وفي حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري سين إذا وجدت الإمام في صلاة العيد وقد انتهى من التكبيرات فهل يلزمك أن تأتي بها جيم؟ لا يلزمك لأن التكبيرات الزوائد سنة ولا يجب أن تأتي بها ما دام أنها قد فاتتك لكن لو أدركت الإمامة في الركعة الثانية فقط ثم قمت تقضي الركعة الأخرى سن لك أن تأتي بالتكبيرات لأن القضاء على صبة الأداء يعني أن تأتي بها في قاكعة الثانية لأن كما قلنا القضاء على صبة الأداء سين ما الذي يسن لمن يأم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم فما الذي يسن في الخطبة جيم يسن أن تكون الخطبة مما يستفيد منه المستمعون فيبين الأحكام التي يحتاجونها ويسن أن يعظ الناس وأن يأمرهم بالصدقة فيقول أيها الناس تصدقوا وأن يمر على النساء ويحثهن على الصدقة ويذكرهن بقول النبي عليه الصلاة والسلام من باب الوعظ والتذكير فالنبي قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يعني يذكر لهن هذا الحديث من باب الوعظ والتذكير فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشيم غواه البخاري وفي مسلم وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر ما يتصدق النساء إذن أيها الخطيب ذكر الناس وعظ النساء وعظهم حتى لا يكثرنا اللعن ولا يكفرنا العشيم كما وعظهن النبي عليه الصلاة والسلام سين هل يسنوا للعيد أن يلبس أحسن ثياب وأن يقتسل جيم يستحب لقتسل العيدين لحديث زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اقتسل كل يوم إن شئت فقال لا الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفترة وهو البيهقي ويستحب لقجل أن يلبس أحسن لباس للعيد وفي حديث سالم أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرك تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذه لباس من لا خلاق له فقال له عليه الصلاة والسلام فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أخذ إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بجبة ديبات يعني حقير فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأخذت إلي بهذه الجبة فقال له عليه الصلاة والسلام تبيعها أو تصيب بها حاجتك وأما المرأة فلا يستحب لها لباس الزينة عند الخروج للعيد ولكن يخرجنا تفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات سين ما حكم التهنئة بالعيد جيم لا بأس بالتهنئة بالعيد بما اعتاده الناس ما لم يكن إثما بأن يقول لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك وتكفي المصافحة وأما المعانقة فلا بأس بها لأنها في العيد من باب العادات والاحترام ولا يتخذها الناس على سبيل التعبل والتقرب إلى الله فتبقى المصافحة والمعانقة من العادات التي تباح لأن الأصل فيها الإباحة سين هل الغناء جائز يوم العيد جيم يجوز أن يغني الجواني الصغيرات في أيام العيد لأنها أيام فرح وسرور وهذا الغناء ما يتعلق مثلا بالشجاعة والحرب والحرب ومما لا محذور فيه ولا يثير القرائز ولا يصد عن دين الله عز وجل وفي حديث عائشة قالت دخل أبو بكر وعندي جانيتان من جواني الأنصار تغنيان بما تقوت الأنصار يوم بعث قال وليستا بمغنيتين قال أبو بكر أم زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه الشيخان سين هل يجوز الضرب بالدف في يوم العيد جيم نعم يجوز الضرب بالدف يوم العيد فيضربه الجواني الصغيرات وفي حديث عائشة نعم أنه دخل أو بكر عليها وعندها جانيتان من جواني الأنصار تغنيان نعم كما مر معنا في الحديث وأن النبي قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا سين هل يسن خروج النساء لصلاة العيد أو شهود الخير في العيد نعم يسن ذلك بل يسن خروج النساء الحي فيشهدنا الخير بما يستمع المواعظ ويسن خروج الشابات اللاتي في أول بلوغهن لحديث خروج نعم النساء يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتدأ الحيض المصلى أما الحائض فإنها تعتزل المصلى والعواتق جماعاتك وهي الشابة أول ما تبلغ سين بما يبدأ في يوم العيد هل بالصلاة أو بالخطبة جيم السنة أن يبدأ بالصلاة ثم يخطب بعدها وفي حديث جابر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفتر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة غواه البخاني هذا هذا وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين